كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل توقف عبد العزيز ايتيحيا بشاحنته الصغيرة في سوق اربعاء الغرب ركنها كما تعود على ذلك منذ عدة اعوام في نفس موقف السيارات احكم اقفال بابي مقصورة القيادة ثم تفقد البوابة الخلفية ولما اطمأن توجه نحو الشارع الرئيسي لوح بيده للحارس الذي صار يعرفه مشى بضع عشرات الامتار حتى وصل شارع طارق بن زياد في منفذ متفرع عن الشارع مطعم صغير يقدم الحريرة لا شيء اخر سوى الحريرة وكسرة خبز يتكون زبناء هذا المطعم الذي لا يوجد في الزقاق ما يدل عليه من السائقين المتمرسين الذين يتنقلون بين الدار البيضاء ومدن الشمال يحملون من البضائع اشكالا والوانا ومن حين الى اخر يأتي الى ذاك المطعم من يتأخرون في العودة الى منازلهم وهؤلاء اغلبهم من سكان القرى والدواوير القريبة من سوق اربعاء الغرب في ذلك المحل الضيق الذي يفتقد الى النوافذ الكافية للتهوية وضع الطاولتان من خشب رخيص الثمن لم يمسسهما طلاء وقد منحتهما بقع الحريرة منظرهما المتسخ الذي هما عليه وحولهما بضعة كراسي ارجلها من حديد في عنق المحل الذي ينيره صراج يعمل بالغاز ما يبدو مطبخا هو موقد للغاز وقدر كبير يبدو انه لم يبرح الموقد منذ ان افتتح المطعم ذات رمضان قبل عدة اعوام دخل عبد العزيز وكما تعود على ذلك توجه رأسا الى تلك الجهة التي تصنف مطبخا كان علي الطباخ واقفا بجوار القدر الكبير القى اليه عبد العزيز بالتحية طلب منه صحنا من الحريرة ثم بدأ يبحث بين بضع خبزات صغيرة عن الاكثر طراوة بينها فحصها كلها ثم عاد الى واحدة واخذه حول احدى الطاولتين جلس ثلاثة رجال لم يسبق له ان رآهم القى بالسلام ثم اتخذ له مكانا عند الطاولة الاخرى وما ان استوى على ذلك الكرسي ذي الارجل الحديدية حتى جاءه علي بالحريرة كان الصحن مملوءا عن اخره وغاصت فيه الى النصف ملعقة من الالومينيوم كاد عبدالعزيز يفرغ من تناول ما طلبه لما دخل المطعم ثلاثة شبان لما مروا بجواره اجتم رائحة الخمر تصدر منهم كان احدهم ذاك الذي دخل اولا يمشي مترنحا الاخران كان يتجادلان وقد ارتفعت اصواتهما بكلمات لا تفهم لم يطل اليهم النظر هو يعلم انهما ربما يبحثان عن سبب مهما كان تافها للدخول في مواجهة مع اي واحد من الزبناء الذين كانوا في المطعم ومع ذلك اقترب منه احدهما توكأ بيديه على الطاولة الخشبية ونظر اليه حاول عبدالعزيز ان يتجاهله وواصل مضغى قطعة خبز اخيرة كان صحن الحريرة فارغا ثم تكلم الذي كان يحملق فيه بلسان مثقل بالخمر لماذا تنظر اليه رفع عبدالعزيز بصرة الذي امامه وجه لم يحلق ذقنه منذ بضعة ايام كان التسوس قد ادرك الجزء العلوي من اسنانه الامامي عاد ليتكلم بصعوبة قال مرة اخرى لماذا تنظر اليه يا هذا كاد يضيف وصفا ولكنه لم يجد في ذهنه كلمة يقولها وقد ابحك ذلك صاحبه الذي قهقها بتكلف لا يخفى نهض عبدالعزيز من مكانه توجه الى علي دفع له ثمن الحريرة ثم انقلب يريد الباب كان ذاك الشاب الذي ضايقه يقف حيث تركه تجاهله وواصل خارجا كان ظلام دامس يخيم على الشارع مشى عبدالعزيز في اتجاه شارع طارق بن زياد كان يسمع وقع خطا من خلفه لم يشك لحظة في ان ذاك السكير تبعه لم يلتفت ولما بلغ شارع طارق بن زياد اسرع الخطى الى موقف السيارات دفع للحارس اجرته تفقد البضاعة كانت مكانها لم يمسسها احد ثم ركب ادار المحرك ثم اشعل المصابيح وانطلق مكملا رحلته الى شفشاه في المطعم انتظر الشابان ان يعود صاحبهما الذي تبع عبدالعزيز عندما خرج ولكنه لم يأتي انتظر نحوا من نصف ساعة ولكنه لم يعد ولما كبر قلقهما نهضا وخرجا يتمايلان كان الزبناء الثلاثة في الطاولة الاخرى يتابعون ما يجري ولما نهض السكيران اتبعوهما نظرات لم يرافقها تعليق ساد الصمت الا ما كان من صوت غليان الحريرة في القدر الموضوع على الموقد الغازي ثم فجأة جاءت من الشارع صرخة عمى المطعم صمت رهيب بعد تردد خرج الزبائن الثلاثة الذين كانوا في المطعم على بعد خمسين مترا في ذاك الزقاق المظلم وقف الشابان ينظران الى صديقهما ذاك الذي تبع عبد العزيز كان ملقا على الارض وقد غطى جسءا من وجهه وعنقه دم غسير قال احد الشابين قتله سائق الشاحنة قتله سائق الشاحنة لم تمضي سوى دقائق حتى تكونت حول الرجل الملقى على الارض حلقة من الفضوليين الذين تسللوا من الازقة المجاورة ثم حضر رجال الشرطة ووصلت متأخرة قليلا سيارة اسعاف حمل الشاب الذي لم يكن احد موقنا انه مات تم الاستماع الى الذين كانوا في المطعم اكدت كل الروايات ان الشاب الذي سيعلم لاحقا انه مات توقف مطولا عند سائق الشاحنة قال علي بائع الحرير للمحققين انه يسمى عبد العزيز لا احد علم بما دار بين الرجلين من حديث وحده علي قال انه سمع الشاب الذي قتل اسمه حسين الدعيدع سمعه يقول لعبد العزيز لماذا تنظر الي واكد ان سائق الشاحنة لم يرد عليه لم يكن سرا موقف السيارات حيث يركن عبد العزيز شاحنتها توجه الباحثون الى هناك اخبرهم الحارس بان عبد العزيز غادر موقف السيارات بشكل عادي بعد ان دفع اجرة الحراس طلب الباحثون من الحارس ان يبلغ الشرطة فور وصول عبد العزيز كان يعلم ان الرجل سيعود من شفشاو بعد يومين او ثلاثة على ابعاد تقدير علم المحققون ان شبان الثلاثة لم يكونوا يعرفون عبد العزيز سائق الشاحنة هي حالة السكر التي كانوا عليها دفعت صاحبهم الى التحرش بالرجل الاقوال والشهادات التي تم الحصول عليها خلت مما يغني عن البحث في مسالك اخرى حتى الان لم يتم الوصول الى اي دليل ضد عبد العزيز تبين من مصادر غير الشهود ان الشبان الثلاثة وقبل ان يحلوا بالمطعم اقاموا احتفالا على طريقتهم في ارض خلاء باطراف المدينة فقد كسبوا جولة قمار مع شبان اخرين واشتروا عدة قنينات من الخمر والجعة ولم ينهضوا من مكانهم القصي ذاك الا بعد ان استنزفوا كل القنينات كان في تلك المعلومات ما يطرح فرضية اخرى الانتقام مثلا بعد يومين في حدود السابعة مساء حل عبد العزيز اي تيحيا بموقف السيارات ركن شاحنته كما تعود على ذلك حي الحارس ومضى الى المطعم يبتغي حريرة ساخن لما وصل باب المطعم تلقفه علي قال له ان الشرطة تبحث عنه في قضية مقتل ذاك الشاب الذي كان يتحرش به في المرة الاخيرة التي مر بها بالمطعم لم يكن لديه مجال لتفكير عميق عاد ادرجه مسرعا الخطى الى موقف السيارات دفع للحارس اجرته وانطلق مسرعا لما حضرت الشرطة الى المطعم لم تجد له اثرا قال علي ان الرجل اطل من الباب وعاد قال انه ظن انه نسي ان يأتي بشيء ما من الشاحنة كان ما قاله علي دليلا على صدق ما ابلغ به حارس موقف السيارات في تلك الليلة لم يتوقف عبد العزيز باي مدينة حتى وصل الدار البيضاء مضى مباشرة الى الشركة التي يعمل لها اوضع السيارة في مرآبها وانصرف الى منزله في سوق الاربعاء كان الباحثون يتبعون المسلك الاخر واهتدوا الى اولئك الشبان الذين خسروا ليلة مقتل حسين الدعيدة كان احدهم ويدعوا الجلال اكبر خاسر في تلك الليلة ولم يستسغ ان يمضي الثلاثة الذين ربحوا جولة القمار الى الاحتفال بانتصارهم من ابناء الدوار الذي ينتميان اليه من يذكر حسابات قديمة بين الشابين كانت امتدادا لمنازعات بين عائلتيهما كان طبيعيا ان يسعى المحققون الى الوصول الى هذا الشخص ولد الجلال لم يكن صعبا الوصول اليه كان في حالة سكر واضحة ولعل ذاك ما جعله يعترف بسلاسة غير منتظرة بل ويبدي نوعا من الافتخار بانه ثأر لنفسه وعائلته لان الدعيدة كان يدعي انه استطاع ان يربط علاقة غرامية مع شقيقة ولد جلال اضاف ان جولة القمار كانت القطرة التي افضت الكعس وقد استغل حالة السكر التي كان عليها الثلاثة ورأى في تحرش الدعيدة بسائق الشاحنة فرصة لابعاد كل شبهة رآه يخرج من المطعم يتبع السائق ويهمهم بكلام غير مفهوم لحق به بينما واصل السائق طريقه لا يلتفت امسك به من الخلف ورسم على عنقه خطا غائرا ارسله واختفى في الظلام رأى الفضوليين يأتون الى المكان بعد تلك الصرخة التي اطلقها صديقه مرت عدة اسابيع تم الامساك بالسائق عبدالعزيز ايتيحيا تم الاستماع الى افادته التي ادرجت ملف القضية واخرية سبيل قناة تمودابي